اختتمت في العاصمة القطرية الدوحة الجولة الجديدة من مفاوضات وقف اطلاق النار في غزة وتبادل الاسراء والتي كانت بحسب الوسطاء جادة وبناءة واجريت في اجواء ايجابية وفي ختامها تم الاعلان عن تقديم مقترح جديد لسد الثغرات واجتماع وشيك في القاهرة لبحث التفاصيل وهنا تكمن المشكلة فحركة حماس رفضت الشروط الجديدة الملبية للرغبة الاسرائيلية والساعية للمماطلة وتعطيل الاتفاق عن طريق اصرار الكيان على ابقاء قوات عسكرية على الحدود مع مصر وان يكون له الحق في استثناء بعض الاسراء من صفقة التبادل وهو ما يخالف المقترح الامريكي الذي يعد قاعدة اساسية للجولة التفاوضية وفي الثاني من يوليو الماضي كانت حماس قد وافقت على المقترح الامريكي الذي نص صراحة على وقف دائم لاطلاق النار والانسحاب الكامل للقوات الاسرائيلية وعودة النازحين الى منازلهم واعادة اعمار غزة في مقابل اطلاق سراح جميع الرهائن والمحتجزين في القطاع المحاولات الاسرائيلية الرامية لتعطيل الاتفاق يبدو انها تتعارض مع رغبة داخلية وخارجية حيث نقلت هيئة البث الاسرائيلية عن مسؤولين امنيين كبار في الجيش الاسرائيلي قولهم ان القتال في غزة انتهى عمليا وانه حان الوقت لابرام صفقة للافراج عن المحتجزين فيما حذر الرئيس الامريكي جو بايدن جميع الاطراف في الشرق الاوسط من تقويض جهود الاتفاق وشدد بايدن على ان التوصل الى الاتفاق بات اقرب بكثير مما كان عليه فهل حان الوقت فعلا لانهاء معاناة الشعب الفلسطيني وايقاف نزيف الدم في غزة تلافيا لتمدد الصراع والانفجار المحتمل في المنطقة على وقع الرد الايراني ام ان المراوغات الاسرائيلية ستستمر في ظل العجز الدولي المريب